اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على جوندس ابروتش او تحديد سبب الصفرة لو عيان جالك ويشتكي يقولك انا عناية صفرة وبصيت عليه لقيت عيني الصفرة وجلده ممكن كمان يكون اصفر تحاول توصل للسبب ازاي واحنا في حلقتنا دي بنتكلم عن الكبار ملناش دعوة بالنونيتل جوندس اللي هو الصفرة بتاعت الاطفال حديث الولادة لا احنا بنتكلم على الكبار وحلقتنا المراضي مخصصة للاطباء فقط في البداية عشان تشجعنا اشترك في القناة واعمل لايك وانت معادي جوندس او الصفرة معناها اسفرار العين وممكن كمان يبقى معها اسفرار الجلد والصفرة دي بتحصل لما البلوروبين يزيد في الدم وانت كدكتور هتبدأ تلاحظه وتشوفه بعينك على العيان تقوله انت عينك مسفرة ليه كده لو كان البلوروبين ده مستوى في الدم ثلاثة او اكتر وخلي بالك جوندس دي ساين انت بتشوفها بعينك على العيان اما كلمة هايبربلوروبينيميا دي معناها لاب ممكن العيان يكون البلوروبين بتاعه عالي شوية اتنين مثلا لكن مفيش جوندس مش ظاهر عليه جوندس طيب ايه هو البلوروبين اصلا البلوروبين ده احد نواتك تكسير كرات الدم الحمرة وعشان تعرف امتى البلوروبين يزيد في جسمنا لازم تعرف جسمنا بيتعامل اصلا بشكل طبيعي ازاي مع البلوروبين وبيتخلص منه ازاي كرات الدم الحمرة لما بتعيش مية وعشرين يوم في جسمنا بتتكسر بشكل طبيعي كل يوم فيه كرات دم حمرة عمالها تتكسر في جسمنا وبيكون البلوروبين احد نواتك التكسير ده وبيكون في البداية في صورة اسمها انكونجيوجيتد او اندايركت او غير مباشر يعني بعد كده البلوروبين ده بيوصل للكبد وهنا الكبد بيقوم بتحويله من غير مباشر الى مباشر يعني من انكونجيوجيتد الى كونجيوجيتد او من اندايركت الى دايركت بعد كده بيتم افرازه عبر القنوات المرارية اللي موجودة جوه الكبد نفسه وبعدين القنوات المرارية دي تتحد مع بعض عشان تكون بعد كده بتتحد مع القناة اللي جاية من المرارة عشان يكون وبعد كده مع القناة اللي جاية من البنكرياز وبعدين يوصل الى الامعاء الدقيقة او الديودنم عشان يتم التخلص منه في البراز بعد انت معرفت رحلة التخلص من البلوروبين ده في جسمنا نقدر نقول ان البلوروبين لو علي هتبقى المشكلة في نقطة من التلات نقط اللي هنقولهم دول يا اما بري هباتك يعني قبل مستوى الكبد يعني الكبد تقريبا مفيش فيه اي مشكلة ولحد تحت مفيش فيه اي مشكلة لكن المشكلة ان فيه تكسير قرات دم حمراء بشكل زيادة عن الطبيعي زي الناس اللي عندها G6BD او أنيميا الفول وحصل لها التاك حصل لها تكسير في كرات الدم الحمراء وفي الحالة دي هيكون البلوروبين ماللي اندايريكت يعني البلوروبين هيكون عالي لكن معظمه غير مباشر لان الكبد مش هيبقى قادر يحول الكمية الكبيرة اللي جاياله دي فهيبقى ماللي مش قادر يحوله لديريكت يا إما السبب في منطقة الكبد نفسها يعني مفيش تكسير زيادة في كرات الدم الحمراء ولا حاجة لكن الكبد في مشكلة أو التهاب فمش قادر يحول البلوروبين من غير مباشر إلى مباشر أو حوله ومش قادر يتخلص منه أو يخرجه في القنوات المرارية بتاعته وفي حالة الهبات الكوزيس دي أو المشكلة في الكبد بنلاقي إن البلوروبين عالي وبيبقى ميكسد يعني ممكن يكون ديريكت وإن ديريكت عاليين وممكن يكون ميلي ديريكت وممكن يكون ميلي إن ديريكت زي ما هنعرف بعد كده شوية على حسب السبب اللي موجود في الكبد يا إما بعد كده المشكلة تكون بوست هباتك يعني المشكلة مش في الكبد خالص ولا قبل الكبد المشكلة في القنوات المرارية اللي بعد الكبد الكبد بعد ما قام بتحويل البلوروبين من غير مباشر إلى مباشر جي يصرفه القنوات اللي تحت دي تسدد سواء في حصوة بقى في تيومر أو ورم سرطاني أو أي حاجة زي ما هنعرف بعد شوية وفي الحالة دي بيكون البلوروبين عالي وبيكون ميلي ديريكت لأن الكبد حوله من غير مباشر إلى مباشر لكن جي يصرفه القنوات مسدودة من تحت وبرضه دي مش قعدة لأن الانسداد ده ممكن لو استمر فترة الكوليستيزيز أو ركود العسارة الصفرة ده يعمل مشكلة في خلايا الكبد فما تقدرش تحول بعد كده الان ديريكت إلى ديريكت لكن خلينا في البداية نقول إن البلوروبين في الأبستركتف جوندس بيكون ميلي ديريكت طيب تعرف إزاي بقى العيان اللي جاء لك وعينه صفرة ده السبب فين بالزبط في الهيصة دي؟ ركز معايا شوية أنت الأول لازم تاخد هيستري كويس من العيان الهيستري ده مفيد جداً مفيش كلام طبعاً وطبعاً مش هتكلم عنه بالتفصيل قوي لكن تبص على العيان وتسأله أنت جاء لك الإصفرار بتاع عينك ده من إمتى؟ ما هي لو حاجة أكيوت هتدور على الأسباب الأكيوت حاجة حديثة يعني مثلاً طفل والدته جايباه وتقول لك عينه صفرت مرة واحدة ومثلاً قريبه وعنده أنيميا الفول فأنت هتفكر بشكل كبير إن دي هموليتيك أتاك تكسير كرات دم حمرة وحاجة حادة أو حديثة وهكذا لازم تعرف من إمتى الإصفرار بتاع العين ده أما لو كان حاجة مزمنة يقول لك الراجل بقى قيله ست شهور عينيه صفرة فأنت هتدور على الحاجات المزمنة أكتر كورونيك هباطايتس مثلاً سيرروزيس أي سبب تاني زي ما هنعرف بعد شوية تسأل كمان هل في راية أبر كوادرانت بين ولا لأ المنطقة دي فيها ألم ولا لأ لأن دي بتقول لك إن دي فيه هباطايتس مثلاً أو بلاريكوليك اللي هو المخص بتاع المرارة يعني وهكذا تعرف هل العين عنده هرش في جسمه ولا لأ لأن دي حاجة اسمها براريتس بتعرفك شوي إن ممكن يكون ده أوبستركتف جوندس أو انسداد مراري تسأل على لون البراز لأنه برضو لو انسداد مراري غالباً ممكن تلاقيه كليه كالرد ستول بيبقى شبه السلصال بيبقى باهد تسأل هل العين عنده مشاكل في القلب ولا لأ ممكن الراجل ده يكون عنده مشكلة في القلب وعنده وهي اللي عاملة كونجيشن في الليفر وهي دي السبب إن حصل سيرروزيز أو حصل مشكلة في خلايا الكبد هل العين عنده بلد ديزيز معين؟ يعني مثلاً عين يقول لك أنا عندي أنيميا البحر المتوسط وبعدين جالك وعينيه صفرة يعني أول حاجة تدور فيها هي الهيموليتك أتاك تدور على الليفر ديزيز عين يكون معروف إن هو عنده مثلاً هباطايتس بي فيروس أو عنده هيمو كروماتوزيز أو أي سبب تاني فأنت مش هتدور على سبب جديد للصفرة هو السبب ده غالباً اللي بيكون سبب السفرة لازم تعرف اضطراف الهيستوري بتاع العيان ممكن يكون راح وسافر منطقة فيها مالاريا مثلاً فجاله عدوى وهي السبب في تكسير قرات الدم الحمراء وهي السبب في الجوندس أو صفرار العين كمان السكشوال هيستوري تشوف العيان هل مثلاً عنده إيدزي مثلاً هل مثلاً عنده هباطايتس بي فيروس وهكذا هل العيان عنده لوارلمبي إديمة رجلين الاتنين مورمين مثلاً يقولك ان الحالة برضو اكتر سيرروزيز او تلايب في الكابل هل العيان معاه ويت لص عشان تشوك اكتر في الكنسرز؟ هل العيان بيشرب كحوليات بشكل اكتر من المعقول؟ فتكون دي حالة الكهوليك هباطايتس كمان في الإنزامينيشن تخلي بالك من سبيلينوميجالي مثلاً لوارلمبي إديمة والأزر ساينز بتاعت الليفر سيفاليار راكل الايدي بتتريعيش تريمورز مثلاً عنده سبيدر نيفاي عنده بالمر إريثيما عنده الحاجات اللي هي بتاعت الليفر سيفاليار ولا لأ؟ فانت لازم تاخد هيستوري كويس وتعمل إجزامينيشن كويس للعيان وفي الغالب ده هيوجهك أصلاً لمكان المتكلفين لكن خلينا بقى نتكلم بالشكل عام إزاي نوصل للتشخيص طبعاً انت كده نين؟ صح صح معنا بقى احنا عرفنا المشكلة اللي هتعمل جوندس هتكون في منطقة من ثلاث مناطق يا إما بري هباتيك يا إما بوست هباتيك الطريقة اللي أنا بستخدمها إن أنا بستبعد الأول الري هباتيك والبوست هباتيك بعد كده أقول إن هي هباتيك إزاي؟ عيان جالك وعنده صفرة عملت له التحليل طلع بلوروبين عالي وطلع مينلي اندايركت يعني معظمه غير مباشر وإحنا ما بنعتمدش كتير على كلمة غير مباشر دي لكن خلينا نقول إنه طلع معظمه غير مباشر فانت طبعاً هتعمله سي بي سي مفيش عيان هيجيلك عنده صفرة ومش هتعمل له صورة دم كاملة عملت له سي بي سي لقيت أناميا الهموغلوبين قليل فانت كده شكيت بشكل كبير إن دي هموليتك أناميا يعني بري هباتيك كوز السبب إن فيه تكسير زيادة حصل في كرات الدم الحمرة فالكبد مش قادر يتعامل مع الكمية دي زي ما قلنا طيب تتأكد إزاي؟ تعمل التحاليل اللي هتقولك فيه هيموليسيز ولا لأ؟ تعمل LDH تلاقيه عالي ريتكلوسايد كوينت تلاقيه عالي هابتوغلوبين تلاقيه قليل وتحليل البول ممكن يكون فيه هيمو سيدرنوريا وهيموغلوبونوريا في الحالة دي إنت تأكد إن دي حالة هيموليتك أناميا يبقى هي دي السبب اللي عملت له الجوندس وتدور بعد كده على سبب التكسير ده إيه بالزبط؟ إزاي؟ عن طريق إنك تشوف الفيديو بتاعنا أناميا أبروتش الدقيقة عشرة وخمسين ثانية بالزلط طبعا لو فيه تاريخ مرضي في العيلة لمرض بيكسر كرات الدم الحمرة ده هيوجهه والرابط بتاعه موجود في الوصف فتقدر تشوفه إنما لو العيان جاي لك البولوروبين بتاعه عالي وكان ميلي دايريكت كان معظمه مباشر بس إحنا قلنا ما نعتمدش عن النقطة دي وبعدين عملت له ألقالاين فوسفاتيز تحليل ألقالاين فوسفاتيز لقيته عالي وجي جي تي لقيته عالي وممكن تلاقي مع العيان دا بلوريتس أو حكة أو هارش في جسمه وممكن كمان تلاقي البرواز بتاعه لونه باهد زي ما قلناك ليه في الحالة دي انت خلاص بتقول ان دي بلوري أبستراكشن أو أبستراكتف جوندس يعني انسداد مراري هو السبب اللي خلى البلوروبين يعلم الانسداد المراري دا ممكن يكون انترا هيباتيك أو بوست هيباتيك يعني ممكن يكون انسداد مراري في الكبد نفسه القنوات المرارية الصغيرة في الكبد هي اللي حصل فيها انسداد وممكن يكون السبب بوست هيباتيك يعني بعد مستوى الكبد بعد ما عدة من الكبد خلينا نتكلم على البوست هيباتيك كوزيس دي الحاجة الاكتر اللي هتعرفك السبب هي الامجينج التصوير واحسن حاجة تبدأ بيها للعيان هي السونار الالتراساون دا كويس جدا بيبينلك الجول بلادر ويبينلك هل لو فيها حصوة لو فيها مشكلة هل الكومون بايل داكت فيها ديليتيشن ولا لأ وإلى حد كبير بيفرقلك بين الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك كوزيس اوف بيلاري اوبستراكشن يعني لو لقيت جوه الكبد بيلاري دا بيقولك ان المشكلة ببرا الكبد في انسداد من تحت في عمل ديليتيشن من فوق لكن لو مفيش ديليتيشن او اتساع في القنوات المرارية اللي جوه الكبد تبقى المشكلة انترا هيباتيك بشكل كبير ولو مش متأكد قوي من السونار ممكن بعد كده تعمل سي تي اشعة مقطعية السي تي والسونار كويسين جدا كبداية وكل اشعة منهم بتعود العيوب اللي في النوع التالي والبوست هيباتيك كوزيس غالبا الالكالين فوسفاتيس فيها بيبقى عالي جدا اكتر من ثلاث اضعاف اما الانترا هيباتيك كوزيس فبيكون الالكالين فوسفاتيس عالي لكن غالبا اقل من ثلاث اضعاف الطبيعي بتاعه والاسباب بقى اللي هتوضحها لك الاشعاعات دي زي مثلا الجول بلدر ستون يعني حصوات في المرارة مثلا هي لضغطة على الكمون بايل دكت او كومن هباتيك دكت ودي من اكتر الاسباب شيوعا كمان هيعرفك لو فيه بنكرياتيك كنسر او سرطان في البنكرياز كمان لو فيه كلانجيوكارسنوما او سرطان في القنوات المرارية او لو فيه كلانجيويتس انفلاميشن في القنوات المرارية كمان لو فيه لمفنود أو عقدة لمفوية كبيرة وهي لضغطة على القنوات المرارية برضو هيعرفها لك يعني من الآخر الصنار أو الأشعة التلفزيونية والأشعة المقطعية هيعرفوك معظم الأسباب بتاعة البوست هباتيك أوبستركشور وبعد كده ممكن تحتاج تعمل للعيان MRCB اللي هو رانين مغناطيسي على القنوات المرارية دي حاجة نان انفيزيف يعني مفيش حاجة بتدخل في العيان ولا حاجة ده تصوير عادي جدا وممكن برضو تحتاج بعد كده ERCB اللي هو منزار القنوات المرارية وده فيه ميزة كمان انك تقدر تاخد بيه عيانة تحللها ممكن تشيل بيه حصوة يعني يستخدم كتشخيص وكعلاج في نفس الوقت أما لو كان السبب إنترا هيباتيك داخل الكبد يعني هو اللي عامل أبستركتف جوندس فهتلاقي الألقالاين فوسفاتيز عالي لكنه أقل من 3 أضعاف زي ما قلنا والأسباب كتيرة جدا تقريبا أي حاجة في الكبد تقدر تعمل كده لكن لو فيه حاجة اسمها سبيس أوكيوباينجليجان لو فيه مثلا ليفر أبسس يعني خراج داخل الكبد أو فيه تيومر مثلا HCCC أو فيه سيست زي الهايداتي السيست كل ده هيبان طبعا بالتصوير سونار وبالسيتي كمان ممكن يكون المشكلة سيرروزيز أو تلايف الكبد برضو هتعرفه بالسونار وبالسيتي وهكذا طيب انت بقى دلوقتي العيان جالك عنده صفرة بلروبين عالي ولقيته ميكسد يعني الديريكت والإنديريكت عليهم وأحيانا يكون ميلي ديريكت وأحيانا يكون ميلي انديريكت المهم ان انت لقيت البلروبين عالي وملاقيتش فيه تكسير في كرات الدم الحمرة ملاقيتش فيه أنيميا ولا تكسير وملاقيتش ألقالاين فوسفاتيز عالي جدا ولا جي جي تي فانت كده هتشك ان دي حالة هباتيك كوزيز انت كده استبعدت البري هباتيك والبوست هباتيك كوزيز يبقى المشكلة بعد كده هباتيك وممكن تلاقي الالتي والاستي عالين جدا لو الحالة هباتيتس أو التهاب في خلايا الكبد فاتدور على أشهر الأسباب اللي تعمل هباتيتس فطبعا أشهر الأسباب بالنسبة لنا أولا هي الفيرل هباتيتس الفيروسات الكبدية فانت هتشك فيهم أولا وتعمل التحاليل بتاعتهم وزي ما قلنا الهيستوري أو التاريخ المرضي بيفيدك كتير يعني مثلا واحدة تقولك أنا جوزي عنده هباتيتس بي فيروس وبعدين لقيتها هي بدأ يجي لها صفرة فهتشك في الهباتيتس بي فيروس تعمل تحاليل الهباتيتس بي طيب العيان طلع ما عندهوش فيروس هباتيتس تبص بعد كده على الكحليات هل العيان ده بيشرب كحليات كتير ولا لأ لو بيشرب بكمية كبيرة فهتبقى دي حالة الكهوليك هباتيتس لأ انت شكيت في هباته توكسيستي يعني حاجة عملت مشكلة أو سمية أو التهاب شديد في خلايا الكبد زي أدوية مثلا زي البرسيتامول تعمل تحليل البرسيتامول ليفل لو حالة حامل وطلع ما عندهاش فيروس هباتيتس زي ما قلنا تشك في حاجة اسمها انترا هباتيكوليستيديس أوف بريجنانسي دي حالة بتحصل مع الحمل بيحصل فيها ركود في العصارة الصفرة وتعمل مشكلة وتأثر على وظائف الكبد وبعد الحمل الكبد بيرجع لحالته الطبيعية غالبا تعمل لها تحليل توتال سيرم باي الأسد تلاقيه أكتر من عشرة لو عيان عنده أوتوميون دزيز تاني هيشككك ان دي برضو أوتوميون هباتيتس يعني جهاز المناعة بتاع الشخص بيهاجم الكبد بتاعه تعمل له سيرم اي جي جي ممكن يكون عالي تعمل له اي ان اي ممكن يكون عالي لكن المهم هو سموت مصل انتيبودز ممكن تلاقيها عالية ليفر كيدني مايكروزومال وان تلاقيه عالي انتي ليفر سيتوسول وان انتيبودز ممكن يكون عالي لو شكيت ان هي دراج انديوزد هباتيتس طبعا ده هيبان بالهيستري تشوف العيان بياخد الأدوية اللي بتعمل هباتيتس ولا لا أو حتى الأعشاب الطبيعية الغير معروف تأسرها وغالبا لما بيوقف الحاجات دي الكبد بيرجع لطبيعته مرة تانية كل ده طلعا مفيش ممكن تشكي في حاجة اسمها ايدز كولنجيوباثي تعمل له تحليل الايدز ممكن لو شكيت في الحاجات الأقل شيوعا زي مثلا برايماري سكيلوروزين كولنجييتس أو برايماري بيلاري سيروزز هتحتاج تاخد عيانة من الكبد وتحتاج تعمل تحليل تانية أو تحوله بقى الهيباتولوجيست أو أخصائي كبد أما لو العيان بتاعك ده لقيت عنده بلوروبين عالي ولقيت الألبيومين قليل والصفايحة الدموية قليلة والآي النقار لقيته عالي فغالبا دي حالة سيروزز تليف في الكبد وغالبا العيان مش هيوصل لمرحلة السفرة إلا لو كان حصل بقى ليفرس الفيلير فشل في وظايف الكبد ممكن تلاقي إن العيان رجلين لتنين مورمين ممكن تلاقي معاه تريمورز أو رعشة في الإيدين اللي هي بتاعة ليفرس الفيلير تلاقي معاه معظم علامات ليفرس الفيلير زي ما قلنا البالمر إريثيما سبايدر نيفاي وغيرها فالعيان ده تعمله سونار ألترا ساوند هيقولك إن فيه سيروزز تليف في الكبد وممكن يعرفك إذا كان فيه استسأة أو أسايتس أو لا وكده يبقى أنت عرفت إن سبب الجوندس في النقطة دي هو السيروزز أو تليف في الكبد تدور بعد كده إيه سبب التليف ده تعمل العيان طبعا بقى على حسب الهيستوري تعمله تحليل هباطايتس بي فيروس هباطايتس سي فيروس تشوف هل فيه تاريخ للكحليات ولا لا لو أنت شاكك في حالة هيومو كروماتوزيز اللي هو زيادة ترسيب الحديد في خلايا الكبد تعمله آيرن بروفيل وممكن تحتاج تاخد عينة من الكبد لو أنت شاكك برضه في الويلسون ديزيز اللي هو زيادة ترسيب الكبر أو النحاس في خلايا الكبد هتحتاج برضه تاخد عينة من الكبد وتحللها بالإضافة أنه ممكن كمان يكون مأثر على المخ وعلى العين وهكذا برضه لو العيان عنده برولونجد ليفر كونجيشن يعني عنده احتقان في الكبد نتيجة مشكلة في القلب فده برضه هتعرفه من الهيستوري عيان عنده فاشل في القلب مثلا من الناحية اليمين فالدم مش بيتحرك كتير من الكبد ويمشي في الدورة الدموية لا فيه رقود وفيه احتقان في الكبد ويكون هو ده سبب السيروزيز أو تلايه في الكبد كمان لو السبب أوتو أوميون هباطايتس زي ما قلنا يكون تطور وعمل سيروزيز برضه هتعمل له تحاليل أوتو أوميون هباطايتس كمان لو انت شاكك زي ما قلنا برايمري بيلاري سيروزيز ولا برايمري سكلوروزين كلونجايتس هو السبب برضه تاخد عينة وتعمل التحاليل بتاعتهم وتشوفهم لو بعد كل ده ما وصلتش للسبب فهتحوله لهيباتولوجست طبيب كبد عشان يدور على الأسباب الأقل حدوثا بقى سواء كانت عدوى أو أمراض ورسية زي كريجرال ناجار سندروم أو الجيلبرت سندروم أو أميلوديوزيز أو غيرها احنا هنا دورنا ان احنا بنتكلم على أشهر الأسباب بس طبعا انت نمت برضه فعشان كده هقولك الخلاصة العيان لو جالك بالصفرة ولقيت معاه أنيميا شوف فيه تكسير قرات دم حمرة ولا لأ طلع فيه تكسير قرات دم حمرة يبقى دي بريهيباتيك كوزيز السبب الهيموليتيك أنيميا طيب لا العيان جالك وعنده صفرة باللروب عالي ولقيت الأرقالين فوسفاتيز عالي يبقى ده انسداد مراري يا إما انتراهيباتيك يا إما بوست هيباتيك البوست هيباتيك هيظهر معاك بالإيمجينج بالسونار والسي تي وممكن بعد كده بالإم أرسي بي طيب هو طلع لا بريهيباتيك ولا بوست هيباتيك هيكون خلاص هيباتيك والهيباتيك لو معاه ALT وAST عالين فدي غالبا حالة هيباتيتس تدور على ال Viral Markers هيباتيتس بي و سي وتدور على الأوتو اوميون هيباتيتس وعلى الكحليات وعلى الأدوية drug history زي ما قلنا بالزبط لو لقيت الألبيومين قليل ولقيت ال INR عالي والصفايح الدموية البلتلت قليلة يبقى دي حالة سيرروزيز تعمل صنار هيأكد لك التشخيص إن هي سيرروزيز تدور بقى على سبب السيرروزيز وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة بتاعيتنا بقى لايك وشير وشكرا لحضرتكم